عندما أتحدث عن أهيبة الدولة وعن حفظ كرامة الإنسان أتحدث عن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمؤسسة الأمنية وأتحدث عن المخابرات أمين وطني والله العظيم إذا أكو كراما بكشف من يقف وراء قتلت الأبرياء العراقين وقتلت المتباهرين والنشطاء عليكم من يظهرون حقائق للرأي العام هذا الصمت كصمت القبور يعد شريك بالجريمة وأتحدث عن رئيس وزراء ورئيس جمهورية كل قادر الأمنيين هذا الملف يعتبر شريك بالجريمة الصمت على قتلة أبنائنا العراقيين وأنتم تعلمون جيدا كل أموالكم ورم مرتباتكم وسياراتكم وحماياتكم واللي النايمين ببيوتكم كلهم من خيرات البصرة فعليكم أن تقفون موقف موحد أمام العراقيين المؤسسة الأمنية التي قاتلت داعش عليها أن تقاتل كل من خارج عن القانون وبالتالي عندما نتحدث عن هذا السيناريو نتحدث عن هيبة دولة وحفظ الرتبة العسكرية والشرف العسكري لكن أن يكون هناك صمت عن الجهات الخارجية قنصلية كانت سفارة مخابرات دول فهذا عار على الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته